تحديث جديد وخبر مفرح الى حد ما لكل منشئ المحتوى وما زالت تحديث قيد التجربة وهو اخفاء عدد الديسلايكس او اخفاء عدد عدم الاعجابات اللي موجودة على الفيديو ده ورجعنا لكم من تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم بتحديث جديد من تحديثات اليوتيوب زي ما قلنا في اول الفيديو ان اليوتيوب بيعمل تجربة قيد البحث من ناحية اظهار اللايقات والديسلايكس يعني تقدر تعمل لايك عادي وتعرف عدد اللايقات على الفيديو ده يعني مثلا الفيديو ده عليه اربعة تلاف ومية لايك انا شايف العدد وهنا عدد ديسلايكات هنا مية خمسة وتمانين في التحديث الجديد المفروض هيتم تطبيقه في الفترة القادمة عدد الدسلايكس ده مش هيظهر وطابعا اللي هيشوفه بس هو منشئ المحتوى او صاحب القناة هيشوف عدد اللايقات وعدد الدسلايكس اللي موجود على الفيديو في استوديو اليوتيوب الخبر والتحديث الجديد ده جه بالتفصيل على منتدى اليوتيوب واللي فيه testing new designs for like and dislike button يعني بقولك اليوتيوب بيجري تجربة واختبار لتصميم جديد لللايقات والديسلايك من ناحية العدد والشكل وهكذا طيب اليوتيوب بقى بيسعى في الحوار ده ليه وعايز يخفي عدد الدسلايكس او يخفي عدد عدم الاعجابات الموجودة على الفيديو ده اصحاب القنوات على اليوتيوب شايفين ان عدد الدسلايك لما يظهر المشاهد بيعمل لهم شبه عملية احباب ان انا بقدم محتوى كويس جدا ولكن بشوف عدد لايقات كتير ده بيحبيطني جدا وكمان بيفعل او من وجهة نظر اليوتيوبرز ان الكلام ده بيدعم حملات ممنهجة لزيادة عدد الدسلايكات على الفيديو وده طبعا بيأثر بالسلب على الفيديو من حيث ان اي مشاهد هيدخل يشوف عدد لايقات كتير فطبعا هيعرض على الفيديو ويسيب الفيديو ويمشي طيب المشاهدين هم هيعترضوا هيقولك لا انا عجبني الفيديو هعمل لايك مش عجبني هعمل دسلايك اليوتيوب لا بيدي اقتراح تاني بيقولك والله انت عندك الكومنتات تحت الفيديو تقدر تشوف اي مشكلة انت خايفها في الفيديو الفيديو مش عجبك في نقطة معانا مش عجبك ممكن تسيب رأيك في تعليق تحت الفيديو بحيث برضو اللي حابب يشوف المحتوى مش مجرد بيشوف من الشكل بس من عدد لايقات او عدد دسلايك لا اللي حابب يشوف المحتوى ويعرف التفاصيل اللي موجودة في الفيديو ممكن يشوف الفيديو وينزل يشوف التعليقات والإمبريشنز اللي موجودة على الفيديو تحت ويعرف اذا كان في مشكلة ولا لأ طبعا التجربة دي او التحديث ده قيد التجربة ولسه اليوتيوب ما خدشي قرار نهائي من ناحية تفعيل الميزة دية من ناحية اخفاء عدد اللايقات ومن هنا بندعوكم كل مشاهدي ومتابعي قناة تعلم دوت نت ان انتوا تقولوا رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو ده وطبعا اوعى تنسى تعمل اللايك